السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبائبنا وطلبنا طلبنا العزاء اصدقائي دفعة عشرين اربعة وعشرين. زي كلا بكونوا بخير. بصحة وسلامة. معكم مستر محمود درويش عبر جريدة اليوم السابع. النهاردة ان شاء الله شباب احنا هنراجع مع بعض وهنحل مع بعض امتحان اه دفعة عشرين وعشرين دور تاني السنة اللي فاتت. طبعا سيادة الوزير اعلن منذ فترة ان امتحان العام الحالي ان شاء الله يكون بنفس المناصفات امتحان العام الماضي. فاحنا لازم نركز على امتحان السنة اللي فاتت سواء دور اول او دور تاني. ونعرف ازاي نتعامل مع الافكار. احنا شباب مش مجال احنا نحل الامتحان بس. لا بالعكس دي احنا كمان. انا نراجع كل الافكار اللي موجودة في الامتحان. ونشرح عليها ونشوف ازاي نقدر في بعض الاسئلة بتكون محتاجة الخريطة. نرجع للخريطة ونستخدم كراسة المفاهيم للاستخدام الامثل. هنسمي الله كده. وانا اتوقع الله ونشوف الاسئلة معانا وطريقة حل الاسئلة ازاي? ساموا الله وتعالوا بينا. نشوف مع بعض السؤال الاول بيقول ايه? السؤال اول يا شباب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. في حال تشابه اسبانيا مع هولندا في مظهرها التدريسي. فان ذلك يؤدي الى. اه. هنا يا شباب لازم ناخد بالنا من نقطة معينة. دولة اسبانيا هي دولة زات طابع جبلي. تمام? ودولة هولندا هي دولة زات طبيعة سهلية. تمام? يبقى احنا كده يا شباب بنتكلم في مظهر التدريس والتدريس هي الجبال وسهول. طبع احنا عارفين الجبال في دولة اسبانيا بتعزز الحركات الانفصالية سواء اقليم كتالونيا او اقليم البسك. طيب لو تحولت شبيهة بهولندا واصبحت اسبانيا زات طابع سهلي مثل هولندا. ده طبعا هيؤدي لتعزيز الوحدة بين سكان الدولة. لان من ايجابيات الطبيعة السهلية تعزيز روح الوحدة الوطنية بين سكان الدولة وتحقيق التجانس. وده طبعا بيحقق لي الهدف الداخلي لعلم الجيوبلاتيك. تمام? ادي فكرة سؤال وخلي بالكو لازم هيجي لنا في الامتحان سؤال بيتكلم عن التجانس او عدم التجانس والجزء بتاع الطبع الجبلي والطبيعة السهلية. سواء يا شباب لو قالك بيؤثر بالتجانس بالاجاب او بالسلم خلي بالكو من النقطة دي. طيب. فكرة تانية وسؤال تاني نبص عليه. السؤال التاني بيقول لك اكتسبت سنغافورة. مكانة دولية بفضل موقعها الجغرافي. اه. دولة سنغافورة. لو جينا يا شباب بصينا مع بعض على دولة سنغافورة والموقع الجغرافي بتاعها. هنا لو رجعت القريطة دولة سنغافورة يا شباب لها اهمية بسبب موقعها الجغرافي. لان سنغافورة بتشرف على مضيق على مضيق ملقى. ايوة سنغافورة هنا لها اشراف على موقع استراتيجي وهو مضيق ملقى. طيب مين الشخصية بقى يا شباب اللي قالت ان الموقع بتاع الدولة بيؤثر على قوة الدولة. او بيؤثر على الوزن السياسي للدولة. فطبعا يا شباب قرستو لان قرستو تكلم عن تأثير الموقع الجغرافي وايضا الموقع الفلكي على قوة الدولة. يبقى هنا يا شباب سنغافورة اكتسبت مكانة دولية بفضل موقعها الجغرافي. العبرة السابقة تؤكد افكار. اصلي بعديه بيقول لك مساحة بعض الدول تعطي لها بعدا استراتيجيا وقت السلم ووقت الحرب. اه. هنا السؤال بتاعنا بيتكلم عن المساحة. واحنا عارفين يا شباب نرجع كده سريعا مع بعض تعريف كلمة المساحة. مساحة الدولة هي الرقعة الارضية التي تشغلها الدولة وتكون هذه الرقعة محددة بحدود سياسية واضحة المعالم ومعتلب بها دوليا. طيب مساحة الدولة فيها اختلاف. في دول مساحتها كبيرة ودول مساحتها صغيرة. لما كون الدولة مساحتها كبيرة المساحة الكبيرة بتدي للدولة مميزات سواء وقت السلم او وقت الحرب. المميزات وقت السلم بتستفيد منها الدولة اقتصاديا في تنوع البناء الجيولوجي مما يؤدي الى تنوع السلوات المعدنية. كمان تستفيد منها الدولة وقت الحرب بتستخدمها في تطبيق نظرية الدفاع من العمر وابعاد المصانع والسكان عن مناطق العدوان. طيب مين الدولة بقى هنا? اللي مساحتها اديتها بعض استراتيجي وقت السلم ووقت الحرب. يبقى انا بدور على دولة مساحتها كبيرة. والاكبر مساحة في الدول اللي قدهمك هي طبعا دولة الصين. فالاجابة هنا يا شباب دولة الصين. طيب السؤال اللي بعدين بيقول المناطق التي كانت تفصل بين مجال النفوز او نفوز الدول الكبرى في العصور القديمة والوسطى. اه. فكرة السؤال هنا بيقول لك اللي كان بيفصل قديما بين الدول او بين النفوز الدول الكبرى في العصور القديمة والوسطى. طبعا اللي كان بيفصل ما بين الدول هي ظاهرة التخوم. وبالمرة تعالى رجع لكم التخوم? التخوم هي ظاهرة جغرافية طبيعية كانت تستخدم قديما للفصل لمبهين الدول. طيب التخوم ليها مساحة زيتا بعدين. ليها طول وليها عرض. اذا التخوم تتميز بالعمق الجغرافي. بسبب ابعادها طبعا مساحتها الطول والعرض. تمام. السؤال اللي بعدين واخدوا بالكو من الفكرة اللي جاية. فكرة حلوة جدا. احد المفاهيم التي تعبر عن الوجه الاخر للنظام العالمي الجديد. ربعا ده بيتكلم على الوحدة الابعة ومفهوم النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد هي مجموعة من التفاعلات تحدث بين اعضاء المجتمع الدولي. الدول والمنظمات والتكاتلات. وهذه التفاعلات مستقاة مأخوزة ومشتقة من فلسفة العولمة. ده تعريف النظام العالمي الجديد. اللي فيه بتسيطر الدول الرقسمالية على موارد ومقدرات الدول النامية. يبقى هنا يا حبيبي الوجه الاخر للنظام العالمي الجديد طبعا هي العولمة. وانت سيادتك عارف ان العولمة عندنا في المنهة جنوعين سواء عولمة اقتصادية او عولمة اجتماعية. احد المفاهيم الذي يعبر عن الوجه او الاخر للنظام العالمي الجديد هي العولمة. حلوة الفكرة دي بيقولك ايه? هناك عواصم تلخص حياة الدولة عبر العصور. اه عواصم بتلخص حياة الدولة عبر العصور. يبقى انا يا شباب بيتكلم على عواصم تتميز بالعامل التاريخي. عواصم تتميز بالعامل التاريخي. لو احنا بصينا يا شباب هنلاقي عندنا المثال هي القاهرة وباريس. لان القاهرة والباريس احنا عارفين من ضمن معايير اختيار القاهرة عاصمة لمصر وباريس عاصمة الفرنسا هو العامل التاريخي. طيب. لكن لندن وطوكي طبعا سيادتك عايف ان تقي دي مستحدثة. وابوجة ايضا عاصمة مستحدثة لعاصمة نيجلي. طيب. السؤال اللي بعديه? بيقولك اظهر القوة الاقتصادية للاقليات. اه. هنا لازم يراجع جزئية مهمة جدا. من ضمن العوامل التي جعل الاقلية لها تأثير على قوة الدولة. والقوة الاقتصادية للاقلية. فيها شباب بعض الاقليات زي طبعا البيض الموجودين في دولة جنوب افريقيا. اقليات عرقية. ولكن يتحكموا في اقتصاد دولة جنوب افريقيا. يتحكموا في ثلاث تربع اقتصاد الدولة. وده طبعا اللي خليهم يمارسوا التفرقة العنصرية ضد اصحاب الارض الوطنيين اللي هم الزنوب. يبقى الاقليات بيكون لها قوة اقتصادية. وده يظهر واضحا طبعا في جنوب قارة افريقيا في دولة جنوب افريقيا ومشكلة التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا. وزود لك كمان معلومة ان الزنوب في جنوب افريقيا عصلوا على حقوقهم كاملة سنة الف تسعمية أربعة وتسعين. طيب السؤال اللي بعديه بيقول ايه? ارتبط ظهور معظم الاقليات. خلي بالك عشان السؤال ده في لعبة. ارتبط ظهور معظم الاقليات في العالم. بنشأت ايه يا شباب? اه. ايه الاقليات? طبعا تعالنا ناجح احنا عندنا اربع نوع من الاقليات. الاقليات القومية. والاقليات الدينية. والاقليات اللغوية. والاقليات العرقية. تمام? تمام. هو هنا ما حدد لكش انهي نوع في الاقليات. هو اتكلم عن الاقليات بشكل عام. ابتدت تظهر الاقليات. ايا ان يكون نوعها. مع نشأة الوحدات السياسية. مع نشأة الدول. ورسم الحدود ما بين الدول. بقى معروف كل مواطن جنسيته ايه? وعند الحجرة من مكان لمكان وحركة السكان ابتدت تنشأ ظاهرة الاقليات. خلي بالك لان الاقليات ظهرت كده مع الوحدات السياسية في القرن السبعتاشر اللي هو ظهور الدول القومية ورسم الحدود الخطية. تكتب ملحوظة دي عندك. انا ممكن كده استنتج ملحوظة ان الاقليات ظهروا خلال القرن السبعتاشر مع رسم الحدود الخطية وظهور الدول القومية. في السؤال ايه اللي بعدني? كل الانهار التالية اخضع لاتفاقيات الانهار الدولية. اه تعالي اجعلكم حاجة. عشان فيه ناس فيكوا كتير جدا بيتجهلوا اتفاقيات الانهار الدولية. اولا اتفاقيات الانهار الدولية دول يا شباب هم اتفاقيتين. عندنا طبعا معاهدة باريس وعندنا طبعا اتفاقية بارشلونة. معاهدة باريس سنة الف توممية ستة وخمسين في النص التاني من القرن التفاعتاشر. وبارشلونة في الف تسع مية واحد وعشرين النص الاول من القرن العشرين. والاتفاقيات دي بتخص الانهار الدولية فقط الانهار الدولية فقط سواء انهار دولية عابرة او فاصلة. وفيها بنقول حرية الملاحة في الانهار الدولية ازا كانت صالحة للملاحة. تمام. يبقى هنا الاتفاقات دي بتنطبق فقط على انهار الدولية. طيب مين من دول ليس نهري دولي? وبيقول لك كل الانهار التالية تغضي على اتفاقية انهار دولية. ويخرج عنها. خلي بالك من كلمة يخرج عنها. يخرج عنها نهري السين. لان السين نهري محلي في دولة فرنسا جوعات لغبة السين بحرف السين. في فرنسا مش في الصين. تركز في النقطة دي لو سمحت. لكن الدانوت ده نهري دولي. وبطلق عليه نهري العواصم في القارة اوروبا. نهري النين نهري دولي عابر. وقرين نهري دولي في منه اجزاء فاصلة. في جزء عابر الموجود ما بين دولة المانيا ودولة هولن. دي بقى الاجابة هنا عندنا نهر السين. السؤال يا شباب ايه اللي بعديه? بيقول لك حلوة لا السؤال دوا واكيد انتو شفتوه وضربنا عليه بلده. امامك رسمي بياني لبعض المناطق موزع عليها متوسط درجات الخلالة على مدار السنة. في دول عبارة استنتج انه منطقة يتوقع ان يزداد بها فعالية النشاط البشري. الواوي. انا اجي حاجة بيزيد فعالية النشاط البشري في حال ان كان المناخ معتدل. وده بيؤدي لزيادة فعالية انشطة البشرية داخل الدولة. طيب. المناخ هيكون معتدل. في انه منطقة من دي. هنا شباب لازم نبص على رسمة رسمة ونشوف مؤشر درجات الحرارة. لو انت بصيت على رسمة سين. هتلاقي مكتوب ايه بص? درجات الحرارة هنا من سالب عشرين طلعت لحد سبق. سالب عشرين ده مفيش انشاط البشري هنا. هنا عايزة بطاريك. بطاريك تشتغل. هنا مفيش نشاط البشري. طيب. الدولة نون برضو من سالب خمسة لحد خمسة. دي طبعا مناطق هنا يا شباب يعني منخفضة جدا في درجات الحرارة سالب خمسة. وبعد كده بتعلق اعليها عشرة. مفيش شغل طبعا في مناخ البارد. طيب. تعال بص كده معي. دي الاخير الاخير بيقول لك سالب تلاتين. بيلا عليكم اجدعان لما يكون درجة الحرارة سالب تلاتين. مفيش عنجرة بشرية اصلا. دي بتبقى مناطق شبق خالية تماما من السكان. لكن بصوا الدولة ميم. المنطقة ميم. درجات حرارة بيكون اعلى منطقة. كانت خمسة و تلاتين درجة. وهنا خمسة وعشرين درجة دي درجات حرارة معتدلة تزاعد وتساعد على فعالية النشاط البشري. الاجابة هنا في الدولة ميم? ما تتخضش من شكل السؤال. الاجابة في الاشكال اللي قدامك. يبقى الدولة اللي بتوقع نزيد فيها فعالية النشاط البشري. هي الدولة ميم? السؤالي بعد هي. الدولة الاقل تضررا. سلي بلاك باي. السؤالي في فكرة حلوة جدا. الدولة الاقل تضررا من الهجرة الغير شرعية. بحكم موقعها الجغرافي هي. اه. ناكس كده? احنا خدنا في المنهج ان الهجرات الغير شرعية بتروح لمنطقتين. بتروح يا اما لدول جنوب غرب اسيا اللي هي دول الخليج العربي سعرية عمان امارات قطر بحرين كويت. وبتروح الى دول جنوب اوروبا. عشان جنوب اوروبا ده مناخ معتدل بيزود النشاط البشري. يبقى كده بيقول لك مين الدولة بقى? اللي ما بتضررش من الهجرة الغير شرعية. يبقى كده بيدور على دولة ما بيرحلهاش اصلا هجرات غير شرعية. هنا لازم ترجع لخريطة المفاهيم اللي معك. او خريطة العالم اللي في كراسة المفاهيم. تلاقي طبعا سيادتك عارف ان اسبانيا موجودة في جنوب غرب اوروبا. ايطاليا في جنوب اوروبا على البحر متوسط اليونان جنوب اوروبا. فنلندا هي الدولة الوحيدة الموجودة عند سيادتك شمال اوروبا. لو بصينا كده هنبص على الخريطة معنا انها يا شباب دولة فنلندا هي دولة موجودة شمال قارة اوروبا وهنا مناخ بارد ما بتروحش هنا اصلا مهاجرين غير شرعيين فما بتتقسرش بالهجرة الغير شرعية. يبقى الاجابة اللي قدام سيادتك هي دولة فنلندا. طيب السؤال يا شباب اللي بعديه بيقولي سيادتك ايه? اللي جابت السؤال ده فنلندا. السؤال اللي بعديه. هلو السؤال دول وخلي بالكم هتلاقوا فكرة زي دي في امتحان اخر السنة. هرجعلكم حاجة سريعا قبل ما اشتغل. احنا عندي طبعا التقنيات الخديثة في الدرس التمهيدي تلات تقنيات الاستشعار عن بعض. ووسالة صلاة السلكية واللاسلكية لتقنية المعلومات. ونظم المعلومات الجغرافية والجي اي اس. تمام? هنا السؤال بيقولك ايه? لتقييم اداء الخدمات المختلفة. مثل التعليم والصحة. احنا عايزين نقيم تمام? اداء التعليم والصحة. وفقا لمعلومات رقمية يا شباب اي سؤال او اي معلومات رقمية عن اي موارد طبيعية او بشرية في الدولة? اي معلومات رقمية عن موارد طبيعية او بشرية في الدولة? انا هنا بستخدم طبعا نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية ده بيوفر لسيادتك بيانات ومعلومات رقمية عن المعارض الطبيعية والبشرية. يبقى اي معلومة رقمية بيجيب نظر معلومات الجغرافية. خد بالك ان هو في امتحان دور اول السنة اللي فاتت جاب وسائل الاتصالات السلكية ولا سلكية. في امتحان الدور التاني جاب نظر من المعلومات الجغرافية. ما تقوليش خلاص يا مستر المواد يجيب الاستشعال عن بعض. الله واعلم. المهم لا يخلو امتحان من سؤال عن التقنيات الحديثة. السؤال ايه اللي بعدين? معظم المتغيرات التي ساعدت على اعلان نظام عالم جديد. ارتبطت بالقارتين. تعال ارجع لك حاجة سريعة يا شباب. متغيرات التي ادت لظهور نظام عالم جديد. مرتبطة معظمها بقارة اوروبا وقارة اسيا. اقولك ليه? تعالى. حضرتك في قارة اوروبا. ايه المتغيرات اللي حصلت في قارة اوروبا? ادت الى نشأة نظام عالم جديد. هذه المتغيرات واحد سعي دول اوروبا الغربية والشلقية لاستكمال وحدتها. فقامت دول اوروبا بتوقيع معاهدة وبمجب هذه المعاهدة تحولت السوق الاوروبية الى الانتحاد الاوروبي. تمام? يبقى دي قارة اوروبا. لاني حاجة قارة اسيا. عندي سيادتك في خمس دول. الصين والهند وكوليا ماليزيا سنغافورة. دي الدول الصناعية الناشئة. اللي اصبح لهم مكانة وقوة اقتصادية كبيرة. فكان لازم نظام العالم يتغير. يبقى فيه واحدة متبطة باوروبا وواحدة متبطة باسيا. فيه واحدة كمان بقى متغير كمان. مرتبط باوروبا واسيا مع بعض. ايه هو? ظهور كل من المانيا واليابان كقواتين عزمتين مؤسرتين في النظام العالمي الجديد. اليابان في اسيا والمانيا عند سيادتك في قارة اوروبا. يبقى المتغيرات اللي ساعدت على الاعلان عن نظام عالمي جديد مرتبطة بقارة اوروبا وقارة اسيا والسؤال يا شباب ايه اللي بعدين ساهمت الجغرافيا السياسية في حل بعض المشكلات السياسية اه نقف هنا ركز بقى في الصيغة دي قوي الجغرافيا السياسية ساهمت في حل بعض المشكلات السياسية وهو ما ظهر على خريطة العالم طبعا احنا هنا بنسأل سؤال في الدرس التمهيدي وخلي بالكم انا عايز اقولك حاجة السؤال المقالي اللي في الامتحان ده المقالي اللي في نفس الامتحان اللي انا اوضعت في الامتحان خالص اجابته اجابته السؤال رقم 14 في نفس الامتحان هتشوف اجابته حالا بصوا شباب طبعا الجغرافيين ساهموا في حل بعض المشكلات مثل دول الجغرافيين في الدفاع عن مصر في مدينة طابة ودول الجغرافيين في رسم حدود السياسية في وسط أوروبا طيب كده الجغرافيين حلوا مشكلات سياسية زي طابة ووسط أوروبا طيب دول بقى في انهي ربع في العالم هنا لازم نرجع لخريطة العالم يا صديقي العزيز طبعا ادي دائرة الاستواء ودي خط جرينيتش قدام سيادتك ثواني ادي خط جرينيتش قدام سيادتك اوه طيب طابة موجودة في المكان ده ومشكلات وسط أوروبا هنا واللي اتنين هم يا شباب موجودين في شمال شرق العالم يبقى الجغرافيا السياسية ساعدت في حل العديد من المشكلات السياسية مثل دورهم الكبير في شمال شرق العالم في رد طابة الى مصر ورسم الحدود السياسية في وسط قارة أوروبا وخلي بالك ده ده الهدف التطبيقي او العملي ده الجغرافيا السياسية اجابة السؤال ده يا شباب شمال شرق العالم وسؤال زي ده لازم ترجع للخريطة الجزائر النيجر تنزانيا دول افريقية تتشابح جميعها فيه الجزائر النيجر تنزانيا دول افريقية كلهم متشابهين في ايه؟ طيب فعلا نبص كده مع بعض على الخريطة ادي الجزائر تمام؟ وقادي دولة النيجر وقادي دولة تنزانيا طيب لو بصينا عن اختيارات حلفة عسكري واحد اصلا قولة افريقية لا تؤمن بالاحلاف العسكرية ولا تؤمن بالتسلح الجماعي الانضمام لتكتل اقتصادي واحد؟ لا طبعا الجزائر دي في تكتل اقتصادي اتحاد المغرب العربي النيجر مش مشتركة في تكتل اقتصادي ده هي منضمة لمجموعة الاكواز بتاحت راعي تنزانيا غير مشتركة في تكتل الكوميسا وخب لك من دي يبقى مش مشتركين في تكتل اقتصادي واحد قلبي يتشبه في سولة الاتصال بالعالم الخارجي؟ لا طبعا لان النيجر قدامك دولة حبيسة ولكن الاجابة اسباب رسم الحد السياسي لان دي دول افريقيا وسبب رسم الحدود السياسية في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية هو الاستعمار سبب رسم الحد السياسي وعايز اديك نفاجأ حلو ان في سؤال تاني في نفس الامتحان برضو بتكلم ان الاستعمار هو اللي رسم الحدود السياسية في بعض المناطق بنشوفه مع بعض السؤال اللي بعدين تتميز الجبال بانها ظاهرة دائمة مرئية عريضة وحرة قليلة السكان تمام؟ ومن خلال خريطة نستنتج من المتوقع ان يقل السكان على الحدود بين الارجنتين وها طبعا سؤال بسيط جدا انت عارف ان الارجنتين لها حد جبلي مشترك مع دولة شيلي اللي هي منطقة جبال الانديز منطقة جبال الانديز وبما ان هذه المنطقة منطقة جبلية والمنطقة الجبلية والحد الجبلي ويكون مناطق قليلة الكسفة السكانية اقول لك حاجة في سؤال تاني في نفس الامتحان اجبت المشتركة مع السؤال ده تخلي بالكم مواجهة ده سؤال بعدي حلوة قول الفكرة دي بقى طبعنا للتطور الصناعي تأثير سلبي تركزوا بقى معايا عشان دي عايزة ولد وبنت شطرة جدا ومزاكرة قويس جدا طبعنا للتطور الصناعي تأثير سلبي على البيئة ضغير منافق في معظم قرات العالم في دول عبارة وضح ظهر الانصر السلبي للصناعة بعيدا عن مناطق طوطنها انا عايزة اقول لك حاجة الاجابة الاجابة بساطة هي غرب افريقيا تمام بس انا عايزة ارجع لك عشان تعرف جاب من ايه تعال اقول لك حاجة انت عندك يا صديق العزيز في الوقتة التانية في درس مشكلات وحلقة الرعي عندك في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين يعني في الف تسرمائة وسبعين و Unknown 2070 وonent 80 ايه اللي حصل حصل عندك تغيرات مناخية الطب التغيرات المناخية دي حازت الإستين حدثت في دول غرب غرب افريقيا طب ايه اللي حصل في غرب افريقيا يا مستر احتماث حراري تنقس معدلة صفوط الامطار انتشار الجفاف طب الكلام دا يا مستر التغير المناخي ده اصلا بيحدث ليه تسبق سبب حدوث تقدم صناعي في دول اوروبا هتقولي دول أوروبا فاكر يا صديق العزيز بعد الحرب العالمية التانية دول أوروبا كان التفرج من الحرب منهارة اقتصاديا فابتدوا يتجهوا للتصنيع ده بداية من 1945 بعدها طبعا ب25 سنة ابتدى يظهر الأثر السلبي للتصنيع على البيئة وده ظهر بالتحديد في دول غرب إفريقيا في السبعينات والثمانينات حدثت تغيرات مناخية مما أدى لموت ونفوق عدد كبير من الحيوانات فأدى لهجرة الرعاية فابتدت تحدث مشكلات على الحدود ما بين الدول يبقى التقدم الصناعي في قارة أوروبا كان ليه تأثير سلبي على دول غرب أفريقيا على دول غرب أفريقيا وخلي بالك لازم هيجي لك سؤال في الامتحان عن حركة الرعاية السؤالي بعد كده أبوجا عاصمة نيجيريا وتوكيو عاصمة اليابان تتشابهان طبعا أبوجا وتوكيو يصنفوا أنهم عواصم مستحدثة نيجيريا عاصمتها مدينة أبوجا نعلتها نيجيريا من مدينة لاجوس الساحلية إلى أبوجا الداخلية وتوكيو عاصمة اليابان نعلتها اليابان من كيوتو الداخلية إلى توكيو الساحلية وخب بالك عاصمة اليابان سواء القديمة أو الحديثة كيوتو أو توكيو بيقع في جزيرة هونشو الجزيرة اليابانية السؤال يا شباب إيه اللي بعدين تكتل اقتصادي تنفرد دوله بإنتاج المحاصيل الاستوائية آه تكتل اقتصادي الدول بتاعته تنتج محاصيل استوائية يبقى كده أصدقائي بيتكلم عن تكتل اقتصادي بالقرب من دائرة الاستواء والتكتل اقتصادي الذي يمر فيه دائرة الاستواء ليس تكتل المغرب العربي ولا مجلس التعاون ولا النفطة هو طبعا تكتل الإبك الإبك ده له منتدى التعاون الاقتصادي الدول الأسيا والمحيط الهادي وده التكتل طبعا بتمر بعض دوله على دائرة الاستواء يبقى التكتل الاقتصادي الذي تنجح دوله في إنتاج المحاصيل الاستوائية هو الإبك أو منتدى التعاون الاقتصادي ادرس الخريطة التي أمامك ثم استنتج تختفي بين دول الوطن العربي الحدود طبعا ما بين الدول العربية بتختفي الحدود الإثنغرافية نراجح حاجة الحدود الإثنغرافية أو الحضارية أو الثقافية هي الحدود اللي بترسم على أساس اختلاف اللغة وعلى أساس اختلاف الدين ودي طبعا مش موجودة ما بين الدول العربية لأن المنطقة العربية سواء الجناح العربي الإفريقي أو الجناح العربي الأسيوي في تشابه في اللغة والدين والعادات والتقاريد والتاريخ والأصل العرقي والتاريخ المشترك لأن المنطقة دي منطقة أمة عربية يختفي منها طبعا الحدود الإثنغرافية أو الحضارية الحامل مصر مش أنا من شوية قلت لك أن فيه سؤال يا صديق العزيز عن أن الاستعمال هو اللي رسم الحدود في بعض الدول في نفس الامتحان خب بالك في نفس الامتحان الفكرة متقرارة مرتين الحدود الذي أدى لنشأة الحدود السياسية في أمريكا الجنوبية طبعا اللي رسم الحدود السياسية في أمريكا الجنوبية هو الاستعمال يبقى كده الاستعمال رسم الحدود مرة في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وبرضو في بعض دول أسيا طي نروح بشاشة للسؤال اللي بعدين حلوة الفكرة دي وبسيطة جدا دولة تهتم بتطوير قوطها البحرية يبقى هنا بيقولك أنا عايز دولة عندها موقع بحري دولة عندها موقع بحري يبقى كده مديك يا شباب دول حبيسة ومديك فيهم دولة بحرية الطالب الشروط النمسكة كويس عارف إن أسيوبية دولة حبيسة والنمسا دولة حبيسة وأفغانستان حبيسة فبا إحنا عايزين نتأكد تعال نبص كده مع بعض على خريطة العالم نجيب الدول الحبيسة والدول البحرية نبص كده نجيب الدول الحبيسة والدول البحرية طبعا أثيوبيا حبيسة والنمسا حبيسة وأفغانستان حبيسة باستراليا هي الدولة البحرية استنوا بس كده الايوة اهي طلعت معنا. ادي يا شباب دولة اسيوبيا قدام سيادتك. دولة حبيسة. وعندي سيادتك دولة افغانستان برضو من الدول الحبيسة. تمام? ودولة النمسا في قارة اوروبا برضو من الدول الحبيسة. لكن او بصيت هنا هتلاقي دولة استراليا هي دولة بحرية بتقع في اقصى جنوب شرق العالم او اقصى جنوب شرق القرى ارضية. فالدولة اللي هتطور قوتها البحرية هنا هي دولة استراليا لانها دولة البحرية لفيها. خبالك يا صديقي ساعة كتير جدا بيجيب نفس الفكرة. يعني انا متذكر في امتحان تقريبا دفعة عشرين وعشرين. قال لهم ايه? هالدولة لها سيادة على مواردها السطحية والباطنية والبحرية. اي من هذي الدول? اي من هذي الدول? ليس لها او يخرج عن هذي العبارة. طبعا كان جايب لهم دولة حبيسة. لكن هنا جايب دولة بحرية وتلات دول حبيسة. اي اسألي بعدي. وان знаете السؤال ده وعايزك تكتب وراها افكار هنا دولة تمتد في الابعين خط طول وسابع دوائر عرض طيب برز حبيبي معدها اكتبها وراها لما تكون خطوط الطول اكتر من دوائر العرض في الدولة لو خطوط طول اكتر من دوائر العرض بتكون الدولة شريطية عرضية او مستطيلة عرضية. طيب لو دوائر العرض هي الا اكتر من خطوط الطول بتكون الدولة شريطية طولية. طب اذا تقارب عدد خطوط الطول ودوائر العرض بقوا متساويين بتكون الدولة ذاتة شكل مندمج. هنا بيقول لك اربعين خط طول وسبع دوائر عرض. تبقى على طول. هنا دي دولة مستطيرة عرضية. زي دولة تركية زي دولة منغوليا. لما الدولة بتكون مستطيل عرضية بالشكل ده بيزيد فيها عدد خطوط الطول بشكل كبير جدا. السؤال اللي بعديل. بسم الله. ونشوف السؤال. السويد والنرويج دولتان تتميزان بالشكل الشريطي التولي. تمام? وتسير معظم حدودهما مع سلاسل جبال سكانديناو. آه. بصة شباب. نصيحة. نصيحة. لما يجلس يدتك اسم اي ظاهرة طبيعية. اسم اي ظاهرة طبيعية. انت ما زكرتاش في الملك. لان جبال سكانديناو بنص اكتاب الوزارة مش مكتوبة كمعلومة في المنهج. بس اخد بالك من النقطة. بدل ما يجيب ظاهرة طبيعية. وانت لم ما سمعتش عنها. ارجع على طول. اسمع اللي بقول عليه. اسمع التعليمات. اسمعني. وشوفني دلوقتي بودانك كويس جدا. لما يجيب ظاهرة طبيعية. انت ما درساش في المنهج. بتفتح كراسة المفاهيم. صفحة رقمية سبعة وسبعين. هتلاقي خريطة العالم الطبيعية. كراسة المفاهيم. صفحة رقمية سبعة وسبعين. هتلاقي خريطة العالم الطبيعية. فبص كلك presidents. تعالى بس نجيب خريطة العالم الطبيعية. حتبام معنا دلوقتي. خريطة العالم الطبيعية هتلاقي فيها دولة السويد والنرويج فيها جبال او بينهما حد جبل اسمها جبل اسكنديناو. طيب بصوا. طبال ما تفتح تمام. اهي بصوا كده معنا. على خريطة العالم الطبيعية. ادي جبال اسكنديناو عليه. طيب. مين الدول آدي يا صديق العزيز دولة النرويج وآدي دولة سويد وهنا في بينهم جبال سكنديناو خد بالك بقى خد بالك ده بيتشابه مع ايه طبعا يتشابه مع الحد الجبلي الموجود بين دولة تشيلي والارجنتين بين دولة تشيلي والارجنتين ليه يا شباب لان جبال انديز بتفصل بين دولة الارجنتين شرقا تمام كده و دولة تشيلي غربا بعكس مثلا جبال الهيماراية بتفصل ما بين الصين شمالا والهند جنوبا جبال البرانيز تفصل بين فرنسا شمالا واسبانيا جنوبا سوريا وتركيا في بينهم جبال اسمها جبال تروس تفصل بين تركيا شمالا وسوريا جنوبا لكن جبال سكنديناو هي الفاصلة ما بين السويد شرقا والنرويج غربا متشابه مع جبال انديز الفاصلة بين الارجنتين شرقا وتشيلي غربا فهنا الإجابة الأرجنتين وتشيلي وخلي بالك الفكرة دي بيقلالها كتير طيب السؤال إيه بعدين اختيار ممثل الشعب يلتبط بأحد في ضغوع الجغرافية السياسية اه اختيار ممثل الشعبي بيننا يا صديق العزيز بيتكلم عن الانتقابات نظام الانتقابات ومؤسس علم الجغرافية للانتقابات هو الفرنسي عند ريها سيكفريد يبقى الإجابة هنا يا شباب سيكفريد الدولة الأقصر تضللا بزهور الشركات متعددة الجنسيات اه الشركات متعددة الجنسيات خلي بالكم منها يا شباب دي شركات بتؤسس في أكتر من دولة بياخدوا لها دولة بيسموها دولة المقر وبتأخذ دول أو تأخذ الشركة جنسية دولة المقر وتغضع لقوانين شركة دولة المقر طيب الشركات متعددة الجنسيات لها تأثير سلبي على خريطة العالم لأنها بتهدد سيادة الدول وتؤدي إلى إضعاف السيادة الوطنية في الدول وده طبعا بيظهر في قارة إفريقيا لأن إفريقيا معظمها أو كلها طبعا دولة نمية على عكس طبعا أستراليا وأمريكا الشمالية وأوروبا يبقى الأثر السلبي للشركات متعددة الجنسيات بيظهر على أي دولة نمية سواء في أفريقيا أو في أسيا أو في أمريكا الجنوبية بدت الحرب الروسية الأوكرانية عن أزمة غزاء عالمية طبعا في حرب الروسية الأوكرانية دائرة منذ فترة أو فترة طويلة هذه الحرب قدت لحدوث أزمة غزاء في العالم لأن طبعا دولة روسيا ودولة أوكرانيا من المصدرين للأم لمعظم دول العالم النامية طيب هنا بقى أصبح عندنا أزمة غزاء المنظمة بقى اللي هتهتم بتخفيف آثار هذه الأزمة لكذا بنتكلم عن أزمة غزاء يبقى عطول منظمة الفاو منظمة الأغذية والزراعة الدولية بيش سأل بعديه بيقولك دولة تنتمي لتكتلين اقتصادين يمر بيها مدار السرطان لو إحنا بصينا كده مدار السرطان اللي هو دائرة عرض 23.5 شمالا أبصت لاي مدار السرطان وهو ماشي معدي على دولة المكسيك أوعى تنسى يا صديق العزيز أن دولة المكسيك مشتركة في تكتل اقتصادي اسمه النفتة اللي هي منطقة التجارة الحردية والأمريكا الشمالية كما تنضم أيضا لتكتل الإبك لأن لها سواحل على المحيط الهادي يبقى هنا دولة تنتمي لتكتلين اقتصاديين يقطعها مدار السرطان هي دولة المكسيك السؤال اللي بعديه بيقول إيه الدولة التي تأثرت حدودها الغربية والجنوبية بمشكلات الرعي حدودك واخد بالك أن كده مشكلة الرعي يذكرت مرتين طب مين الدولة اللي تأثرت حدودها الغربية والجنوبية بمشكلة الرعي هي دولة السودان على رجع لك نقطة مهمة جدا من أسباب مشكلات الرعي من أسباب مشكلات الرعي رسم الحدود السياسية في نطاق السفنة الإفريقية دون مراعال القبائل الرعوية فأدى ذلك لحدود مشكلات سياسية وظهر ذلك شمال السودان جنوب السودان غرب السودان يبقى الدولة التي تأثرت حدودها الغربية والجنوبية بمشكلات الرعي هي دولة السودان السؤال إيه بعدين؟ إدرس الجدول التالي ثم استنتج الدولة التي شاركت فيها المرأة بأكبر نسبة في العملية الإنتاجية طريب المرأة أو التركيب النوعي لما المرأة بتساهم بنسبة أكبر في العملية الإنتاجية بتساهم بكده؟ طبعاً دي في الدول المتقدمة طيب مين من الاختيارات اللي قدامك دول متقدمة؟ قدامك براجوي وقدامك دولة إتشاد تمام؟ وبإنجلاديش وألمانيا طبعاً الدولة المتقدمة اللي موجودة فيهم هي دولة ألمانيا هنا بتساهم فيها المرأة والتركيب النوعي بدور كبير في العملية الإنتاجية طيب تحتمل جهرافية السياسية بالعديد من المجالات بعضه فرضته ظروف العالم ولم يكن صمرت اتفاق ما بين الدول براض عليه قبل ما نكمل لم يكن صمرت اتفاق ما بين الدول ده النظام العالمي الجديد النظام العالمي الجديد لم يكن صمرت اتفاق بين الدول ولكن فرضته ظروف العالم عيث تأثرت خريطة العالم السياسية في العقد الأخير من القرن العشرين بحدث سياسي هام وهذا الحدث هو سقوط الاتحاد السوفيتي ومع سقوط الاتحاد السوفيتي سقط كل ما يلطبط به حيث سقط المعسكر الشرقي وسقطت الكتلة الشيوعية وسقوط الكوميكون وسقوط حلف ورسو واختلال التوازن الدولي وانفرضت الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة العالم وطلع الرئيس الأمريكي جارج بوشل أب سنة 1991 وعلن عن إمكانية قيام نظام عالم جديد كتأكيد للسيادة للشبه المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية ومن هنا يا شباب يبدأ يظهر عن نظام العالمي الجديد طيب يبقى الإجابة هنا نظام عالم جديد العبارة التي تعبر عن النظام السياسي في سلطة المؤسسية أنا عايز أقول لك ما فيش سؤال بيخلو من هذا الامتحان أرجع لك حاجة سريعة؟ احنا عندنا نظام سياسي في سورة مجتمعية ونصولة مؤسسية السورة المؤسسية خلي بالك عشان ممكن يشغلها لك كلمة المؤسسية ليشالها في الامتحان ويحط مكانها كلمة التنظيمية النظام السياسي في السورة المؤسسية دو المجموعة من السلطات سلطة الشرعية والتنفيذية والقضائية يتوزع فيما بينهما عمليات صنع واتخاذ القرار يبدأ بيتكلم على قرارات وأمور سيادية في الدول طبعا الجملة اللي بتعبر عن نظام السياسي في سورة مؤسسية هي عقد اتفاقيات دولية لكن تطوير تعليم تطوير بنية تحرية تطوير مركز شباب تنظام سياسي في سورة اجتماعية بسنالي بعديه الورياء شباب خلي بالك من فكرة تحركة سفينة تحركة سفينة من ميناء الأسكندرية نحو ميناء بورسعيد فإن آخر منطقة مياه داخلية تمر عليها عايزة أفكرك بحاجة أنواع مناطق المياه منطقة المياه الداخلية ومنطقة المياه الإقريمية ومنطقة المياه التكملية الملاصقة منطقة المياه المحايدة ومنطقة المياه أعلى البحار ونصيف القري والمنحضر القري طبعا مناطق المياه الداخلية ممكن تكون بحيرة خليج مصبنة أو ميناء بس لها شرطين راخل على يبس الدولة وتكون متواصلة بالبحر وبيقولك هنا السفينة تحركت من ميناء الأسكندرية راح فييني السؤال تعالة 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 السفينة يا شباب اتحركت معاك من ميناء الأسكندرية بصوا شباب السفينة خرجت من ميناء الأسكندرية هنا هو ويقع على ميناء بورسعيد فآخر منطقة مياه داخلية عدت عليها طبعا آخر منطقة مياه داخلية هي منطقة مياه بحيرة المنزلة يبقى آخر منطقة مياه داخلية عدت عليها السفينة هي بحيرة المنزلة السؤال اللي بعدين بيقولك اكتسبت المغرب علاقات دولية بفضل آه طبعا دولة المغرب هي دولة تقع في شمال غرب أفريقيا عندها علاقات دولية كتيرة بفضل موقعها الاستراتيجي على مضيق جبل طارق يبقى المغرب عندها قوة في العلاقات الدولية بسبب موقعها الاستراتيجي تتشابه السياحة في جبال كشمير مع السياحة في شرق البحر المتوسط طبعا منطقة كشمير هي منطقة تقع شمال غرب الهند ويحاصرها أو تنحصر بين أربع دول الصين والهند وباكستان وأفغانستان وهي منطقة ذاتة طبيعة جبلية وخد بالك كأن الاستعمار البريطاني والعساكر الانجبيز بيحبوا منطقة الكشمير عشان يقضوا فيها الأجازات الصيفية الصيفية لكس في دي الاستيراف في الجبال والاستيراف في الجبال خدناه في الوحدة الأولى بيكون في منطقة جبال الشام شرق المتوسط ليسوريا والأردن ولبنان السؤالي بعدين استكتل الكوميسا تعالى بص ثم يمكن تسهيل عملية التنمية الاقتصادية وإقامة مشارعات مشتركة بين هنهي دولتين لو احنا بصينا شباب هو بيقول لك ادرس تكتل الكوميسا تمام تكتل الكوميسا قدام سياتنا كون التكتل ده بيقول لك امتى او مين الدولتين اللي اقدر اعمل بينهم عملية تنمية اقتصادية بين دول الكوميسا ها لو بصينا كده يا شباب في الاختيارات بتاعتنا هو كاتب ايه في الاختيارات كاتب السودان وجنوب السودان انا عايزك تكتب المنحوظة دي عشان ما تنسهاش اوعى تنسى ان دولة جنوب السودان غير المشتركة في الكوميسا دولة جنوب السودان غير المشتركة في الكوميسا طيب تعالى الاختيار التاني بيقول لك الجزائر وليبيا الجزائر غير مشتركة في الكوميسا طيب التالتة بيقول لك آآ سوازيلاندا وجنوب افريقيا سوازيلاندي وجنوب افريقيا سوازيلاند في الكوميسه جنوب افريقيا مش فى كوميسه هما لقاء قم صلى الاختيار? الاختيار هو زامبيا وزيمبابوي زامبيا وزيمبابوي يا شابت دولتين متصلتين وبين محدي سياسي مشترك والدولتين مشتركتين فى الكوميسه يبقى ياسر نعم성이 تنميلك صديق بين زامبيا وزيمبابوي واخد بالك اجابةة السؤال على الخريطة طيب في فكرة هنا بجد. الفكرة دي تدلي an الطالب لازم يذاكر كل كلمة في المنهج كويس جداً أنا عايز أقول لك حاجة المعلومة دي هي أول معلومة في كتاب الوزارة يعني الوضع اللي انت حان هنا اهتم بأول كلمة في الكتاب قبلك إيه تصنف الجغرافيا هنا ما بيتكلمش عن الجغرافيا السياسية بيتكلم عن علم الجغرافيا تولي سنة ودي الجغرافيا بتصنف طبيعية وبشرية مش في دور عبارة ستنتج يعني عبارة تتشابه مع الجغرافيا السياسية من حيث تصنفها نقف هنا بصي شباب الجغرافيا السياسية أصلا الجغرافيا السياسية بتصنف بتصنف إن هي جغرافيا بشرية الجغرافيا السياسية هي أحد في رؤى الجغرافيا البشرية فأني عبارة من دول بتدل على شيء بشري يتشابه مع تصنيف الجغرافيا السياسية تاني تاني الجغرافيا السياسية أحد في رؤى الجغرافيا البشرية فهو عايز جملة هنا بتدل على عنصر بشري بشري يتشابه مع تصنيف الجغرافية السياسية. طبعا المناطق الاستوية اللي تتميز بغزالة الامطال ده عنصر طبيعي. امتداء الجبل اطلس عنصر طبيعي. الارصفة القرية اللي هو اليابس اللي تحت المياه الاخريمي اللي يبدأ من عند خط الساحل اللي هو عمق مية قامة او عمق مية اتنين وتمانين متر ده شيء طبيعي. لكن اتجاه مصر للتوسع في مشروعات البنية التحتية اللي هي شبكة النقل والمواصلات والشبكات المياه واصلت في الصحي والغز الطبيعي والانترنت. تشيء بشري يبقى العبارة اللي تتشابه مع الجغرافية السياسية من حيث اصنيفها هي اتجاه مصر التوسع في مشروعات البنية التحتية. السؤال اللي بعدنا. ادرس الخريطين ثم استنتج شهدت منطقة جنوب شرق البحر الاحمر. اه. في جنوب شرق البحر الاحمر دي طبعا خريطة اسيا السياسية الان. ودي خريطة اسيا قبل تفكك الاتحالي السوفيتي. في جنوب شرق البحر الاحمر كان عندك يمن جنوبي ويمن شمالي. في الوقت الحالي اليمن اندمجت. وبقى الدولة واحدة فقط اسمها دولة اليمن. طيب منطقة جنوب شرق البحر الاحمر شهدت ايه? كان فيه اتنين يمن اندمجوا مع بعض. دولتين اسمهم يمن اندمجوا. يبقى كده تناقص عدد دول الجناح العربي الاسيوي. كان في يمن شمالي ويمن جنوبي بقوا يمن واحدة. السؤال بعدين تدرس الخريطة جيدا ثم استنتج. كميع القرات التالية شهدت ظهور امبراطوريات ويخرج عنها قارة. خلي بالكوا شباب من كلمة يخرج عنها. بتبقى في اثر الجملة. طيب. بيلا كل القرات فيهم امبراطوريات. ما عادة ان يقرأ. لو احنا في الصينة قارة اسيا هنا فيها الامبراطورية اليابانية. تمام? قارة اوروبا كان فيها امبراطورية اللي مساغوا المدر. قارة افريقيا فيها الامبراطورية الاسيوبية. القرات التي تخلو من ظهور الامبراطوريات هي قارة امريكا الجنوبية. قارة امريكا الجنوبية. السؤال اللي بعدين. مصادر الطاقة الحفرية له اثر سياسي محدود. بصة شباب في النقطة دي. طبعا اللي دي تأثير سياسي محدود في المشكلات في العالم هو طبعا الفحن. ليه? لان الفحن بيساهم في انتاج الطاقة بنسبة ستة وعشرين في المية. ويساهم في تجارة الطاقة بنسبة عشرة في المية. تأثير الفحم هنا يا شباب في التجارة الدولية وفي العلاقات ما بين الدول محدود. لا يتعدى تأثيره في التجارة عشرة في المية لانه ينتج من الدول المتقدمة التي تستهلكه. يبقى الفحم بيستهلك في مناطق الانتاج بتاعته. يبقى هنا احد مصادر الطاقة الحفرية الذي له اصل سياسي محدود هو طبعا الفحم. السؤال اللي بعدي يا شباب بيقول ايه? تزامن اتحاد الالمانيتين مع زيادة الاقليات. اه! المانيا الشرقية والمانيا الغربية اتحدوا. وتم هدم سور برلين. كلام ده كان في العقد الاخير من القرن العشرين. في نهاية القرن العشرين. تزامن اتحاد الالمانيتين مع زيادة الاقليات القومية. لان الاقليات القومية نتجت عن او زادت زادت مع تفكك الاتحاد السوفيتي وتفكك يغوسلافيا. اللي الاحداثة التي حدثت في نهاية القرن العشرين. تمام? فخرج طبعا اقليات قومية من الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي الى روسيا الاتحادية. وروسيا الاتحادية نفسها ارسلت اقليات قومية لكل الدول الناتجة عن تفكك الاتحاد السوفيتي. يبقى هنا يا شباب ابتدت الاقليات القومية تزيد. تزيد. مش تزهر. تزيد في نهاية القرن العشرين. وده طبعا تزامن مع اتحاد المانيا الشرقية مع المانيا الغربية. لعبة حركة السكان. بصوا شباب مفيش سؤال في امتحان. اخر السنة بيخلوا من الفكرة دي. حركة السكان هو انتقال السكان من مكان لمكان. اللي هي الهجرة? السكان لما بيجي تحركوا بيتحركوا على اليابس وليس في مناطق المياه. بيقول لك لا بتحركت سكان دور في نشأة الحدود السياسية. فأني دولة. هنا بيدور على دولة لها حدود سياسية مشتركة مع دول اخرى. طبعا اليابان دولة جزرية. عبارة عن جزر. ليس لها قد بري مشترك مع اي دولة. وكذلك استراليا ونيوزلا. لكن الاجابة هنا دولة النمسا. بصي شباب لو بصينا كده على الخريطة بتاعتنا. ونشوف كده دولة النمسا معنا. هتلاقي ان دولة النمسا هي دولة حبيسة موجودة في قارة اوروبا هي. فالسكان اتحركوا على كل حدود دولة النمسا. خبالك اكتب الملحوظة دي لو سمحت. يظهر اصل حركة السكان على نشأة الحد السياسي. يظهر اصل حركة السكان على نشأة الحد السياسي. في جميع اتجاهات الدولة اذا كانت الدولة حبيسة. او جايبية. حبيسة او جايبية. تاني حاجة يختفي اصل حركة السكان على نشأة الحد السياسي اذا كانت الدولة جزرية. بتدور على دولة جزرية. فهنا اجابة السؤال ده يا شباب كان بيدور على دولة طبعا حبيسة او دولة ليها حد بري مشترك مع دولة اخرى. يبقى لعبة حركة السكان دول في نشأة الدولة السياسية في دولة النمسا. توضح الخريطة التي امامك مشكلة تصنف على انها. طبعا الخريطة دي موضحة مشكلة الكشمير. وكشمير يا شباب تصنف على انها مشكلة جدودية سياسية. الاسئلة المقالية. السؤال الاول بيقول دلل لاهداف الجغرافية السياسية جوانب علمية او عملية تطبيقية. اه فاكريني السؤال اللي انا رجعت فيه للخريطة بتاع المشكلات السياسية اللي في شمال شرق العالم اللي هي طبع وسط اوروبا. ايه دي جبتم? يا شباب هنا بيقول اهداف الجغرافية السياسية لها جانب عملي تطبيقي. الجانب العملي التطبيقي هو التعريف بالمشكلات السياسية وتحليلها واقتراح حلول لها مثل دور الجغرافيين في كتير. دور الجغرافيين في الدفاع عن مصر في مشكلة طابعة ودور الجغرافيين في اعادة رسم الحدود في منطقة وسط اوروبا منع لحدوث مشكلات الاقليات اللغوية او منع لحدوث المشكلات الاجتماعية. اذا خطي بقى لك حتى السؤال المقاري كان خطيت لك اجابته في الامتحان كسؤال اغتياط طيب السؤال اللي بقى دي سؤال مقاري برضو سؤال بسيط جدا ما العلاقة بين السورة الصناعية والعلاقات الدولية. بص يا شباب طبعا مع السورة الصناعية. السورة الصناعية كان لها تأثير كبير في العلاقات الدولية ازاي مستر بص يا صديق العزيز الثورة الصناعية هنقول كده مع الثورة الصناعية زادت العلاقات الدولية العلاقات الدولية بتادي تزيد وتحولت وتحولت من الى تحولت العلاقات الدولية من علاقة عرب وسلم تمام الى علاقات في كل المجالات ومن علاقات جوار الى علاقات شملت العالم باسره يبقى هنا يا شباب الثورة الصناعية والعلاقات الدولية اصرت الثورة الصناعية على العلاقات الدولية وعدت لزيادة العلاقات الدولية وتحولها من علاقة جوار لعلاقات اوسع شملة العالم باسره ومن علاقة حرب وسلم الى في كل المجالات. بكده شباب نكون خلصنا مع بعض ونكون رجعنا مع بعض المنهج بطريقة سريعة جدا. سلي بالكم دايما بيجي افقار مشابهة لهذه الافقار تمام? في امتحان اخنا السنة. اسأل الله ان يكون هذا العمل في ميزان حسناتي وحسناتكم ان شاء الله وربنا ان شاء الله يجبر بخطيركم وان شاء الله تقدروا كل طري فيكم يحقق الدرجة او يحقق الكلية اللي هو بيرجوها نصيحة اخيرة كمل ساعة يوسع لحد الامتحان السعي بتاعك والنتيجة على ربنا سبحانه وتعالى شوفكم على خير كان معكم مستر محمود درويش عبر جريدة اليوم السابعة سلام عليكم